ثلاثة حاجات لازم تنتبه منها عند السفر لنيجيريا أول حاجة بما يخص التك توك إذا كنت أنت ما تعرف البلد مصبوط فالأفضل أنك تاخد دائماً تك توك فاضي وما تاخد تك توك في له أحد لأنه في الفترة الأخيرة انتشرت عمليات السرقة في التك توك وتكون دائماً عمليات سرقة جوال وإذا كان عندك فلوس كاش طبعاً حقيت حقولولك جيب يكون السائق وبعدين في واحد وراء فيكون منظمة من شخصين السائق وبعدين في راكب وراء السائق يوقف في محل ويطلع لك سكينة يقول لك جيب جوالك وإذا تكون دائماً تنزل بعدين يقول لك ما سمعت تقلب جيب جوالك فإذا أنت كنت لواحدك وحتى السائق قال لك جيب جوالك هو جالس قدام أنت جالس وراء ستقدر تنزل بسرعة مو زلماً يكون هو قدام بعدين فيه واحد جنبك بيمنعك أنك تخرج فمرة مهمة أن تركبوا تك توك فاضي خاصة إذا ما كنت تعرف البلد وما تدرون أنك ميز بين الشخص اللي يبدو كثير للشبهات وبين شخص اللي يلاكب عادي مثلاً إذا كنت أحس إذا كان الشخص زائماً عايش فإن يفرق بين مثلاً اللابسين ملابسين مدرسة الطلاب اللي إذا كان هو من المنطقة اللي يلكف فيها من شكل الناس حينت مثلاً فيه حتى جامعات يرفع هذول طلاب جامعات غير حبون الكلية وبين الناس اللي شكلهم مثير للشبهات وهذه القصة صارت مع واحدة بتقول أنه أنا ركب توك توك وأنا مرة أنتبه بموضوع توك توك أنه أشوف الناس اللي جوا وزيكي شفت أنه الحمد لله حرمة هي كبيرة في العمر فقلت أوكي ما في الرجال ولا هذا يلا قلت له أنا بروح المنطقة الفلانية قال لي فلوسك 502 قلت له يلا نمشي ربي يودينا بالسلامة في نص الطريق وقف الفعلية قال لي طلع سكير وقال لي جيب جوالك أنا اللي منصدمة طلعت في الحرمة اللي جنبي اللي أستنى تقول له شيء اللي تستنكر معاه أن أنت شقع تسول اللي قام قلت لها فرصة عيونها قلت لها ما سمعت قلق جيبي جوالك فطلع أنه هو متفق معها فده حين مو بس ننتبه من الرجال ننتبه كمان من الحريم صح أنه مو كل التك توك ولا نصها بس ما نبقى نكون الواحد بالمئة اللي يصير معاهم هذا الشيء فلازم نكون جدا منتبهين ثاني نقطة أنه أنت تقعد يتقطق بجوالاتكم في الليل في الظلام في الأحياء اللي يكون ظلام مثلا أنت بتمشي من المسجد إلى البيت أو أنت بتمشي من محل محل والمحل ظلام لأنه برضو صارت فيه مؤخرا اللي هو ولدين أو ولد واحد يطلع يقول لك جيب جوالك طليع له يسكينه فتعطيه الجوال أو أنه يضرب تسكينه في أحد الأحياء المتوسطة تعتبر يعني مخطط حكومة كان فيه أخوين جاسين عند الباب واحد فيهم كانوا ماسكوا جواله اللي قاعد يلعب أو شيء بعدين شافوا واحد قاعد يقرب منهم والأول دخل وهو ذلك اللي كان اللي كان اللي كان جالس عند الباب بالضبط فشافوا بيقرب ويقف في مسافة بينهم شوية قالوا جيب جوالك فلما استوعب أنه هذا حرامي كذا بسرعة الباب أصلا كان مفتوح فبيدخل الباب هذا طلع ساتور الحرامي طلع ساتور وضرب بس أشهل أنه ضرب على الباب ما نجعل الولد الولد عندما دخل الباب دخل البيت وكان قاعد يصرخ ويقول ناد الجيران فكان اثنين منهم برا شباب من الجيران واحد طلع كشاف وجهوا على العيون الحرامي عشان يعمي والثاني مسكوا ونفذوا طلعوا عنه معا سكينة وصاتورة وخنجر وكمان حديدة طويلة فلازم تنتبهوا هذا الموضوع حتى للنساء فيه واحدة كانت تحكينه تقول أنه كانت عند الباب البيت وكانت تدخل وكان واحد جاي من وراها يقول لها جيب شنطتك وأسوأ أنه فكوه لها الباب ودخلت فلازم تنتبهوا لما يكون ظلام ويكون في الليل وتدخل البيت ادخل بسرعة موضوع أنه انت تتكتب بالجوال وماشي وكذا بالنسبة الرقم 3 حب أعرف منكم حاجة لازم ننتبه منها عند السفر اللي نجيلة من تجربتكم أو تجارب ناس تعرفون